من العداء إلى الحوار تتحرك دفعة العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تنعقد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترومب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ويجتمع الجانبان على طاولة واحدة بعد أسابيع من الجدل بشأن هذه القمة قمة تعيد للأذهان عقودا عجاف من المد والجذر جعلت العالم يترقب حربا نووية واشيكا على خلفية الحرب الكلامية والتصريحات النارية بين واشنطن وبيونج يونغ جذور التوتر بين الجانبين تعود لخمسينيات القرن الباضي بعدما فردت الولايات المتحدة عقوبة على كوريا الشمالية اثر اشتياحها جارتها الجنوبية وفي عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين ادرجت واشنطن بيونج يونغ على لائحة الارهاب لاتهامها بالتورط في اسقاط طائرة كورية جنوبية وبدأت احدى مراحل التهدئة بين واشنطن وبيونج يونغ عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين حين قام الرئيس الامريكي الاصبق جيمي كارتر برحلة غير مسبوقة الى كوريا الشمالية في عهد الرئيس الامريكي بيل كلينتون انذاك اعقبها توقيع الجانبين اتفاقا ثنائيا تعهدت بموجبه بيونج يونغ بتفكيك برنامجها النووي مقابل بناء مفاعلات مدنية ولكن ما لبث وانعاد التوتر ليسود الاجواء بادراج الرئيس الامريكي جورج بوشا الابن عام الفين واثنين كوريا الشمالية ضمن ما عرف بمحور الشر واتهام واشنطن بيونج يونج بامتلاك برنامج لانتاج اليورانيوم عالي التخصيب تحركات دفعت كوريا الشمالية لاعلان اجراء اولى تجاربها النووية عام الفين وستة لتتوالى بعدها سلسلة التجارب النووية والصاروخية ومع وصول دونالد ترامب الى سدة الحكم بلغت توطر اوجهه لسيما بعد اعلان الزعيم الكوري الشمالي ان الاراضي الامريكية باتت في مرمى الصواريخ الكورية لتقوم على اطرها باجراء سادس تجربة نووية اعقبها ما قالت انه اختبار لقنبلة هيدروجينية ما دفع ترامب لتواعد بيوند يانج بما وصفه بالنار والغضب وما بين هذه التصريحات وتلك اخذت العلاقات منحا مفاجئا وغير متوقع ظهر بوادره بتقارب مفاجئ بين الكوريتين لاحت معه في الاثق بوادر انفراجة وشيكة بعد سنوات من القطيعة والعداء لسيما مع تحرك بوصلة العلاقات بين الجارتين الكوريتين نحو الايجاب والتي توجد بالقمة التاريخية بينهما في ابريل الماضي وما تلاها من خطوات من جانب بيوند يانج بل افراج عن المعتقلين الامريكيين الثلاثة الذين كانوا محتجزين لديها وقيامها بتفكيك موقع نووي شمل البلاد معتبر بادرة لحسن النواية تعبد الطريقة للقمة المرتقبة بين ترامب كيم في سنغافورة ترجمة نانسي قنقر